قبل ما ابدأ دعنا نفكرك بأحداث الحلقات اللي فاتت واللي انتهت بأن آسر قال ليومنا أنه نصورها فيديو وهي بتقتل شريف جوزها لكن ايه اللي حصل بعدها ده اللي هنعرفه دلوقتي اغبط اللايك ويلا نبدأ بدايتنا مع آسر اللي كان بيبتز يومنا وأكبرها تشتغل عنده وتنفذ له أربع مهمات وفي المقابل مش هيبلغ عنها وبعدين هيسلمها أصل الفيديو ويختفي من حياتها خالص فاتصدمت من كلامه وعرضت علي يأخذ فلوسه ويسيبها في حالها ولما مرضيش هددته بالأكل ما هل يقتل مرة يقتل الثانية وتخيل انه رد بأنها قرأة من كده بكتير وبناء عليه فيومنا مضطرة تسمع كلامه وبالنسبة لمصطفى فاكتشف ان اللي ضربه على دماغه واحدة ست وده لانه اكتشف ان نوع الكوتش اللي شاف الحرام يلابسه يبقى بناتي وتاني يوم بطلتنا استقلت من شغلها وقابلت نايرة وحكيت لها عن الورطة اللي وقعت فيها وقالت ان من عشر تيام حياتها كانت طبيعية وان دلوقتي هي قاتل جوزها وتسببت ان اخو جوزها يدخل في غيبوبة وكمان ابنه فقد النطق من الآخر دشملت عائلة شريف وطبعا نايرة طبلت لها وقالت ان شريف كان يستهل الموت ودي غار في ستين دهية فما تزعلش نفسك وعلى الجانب التاني عائلة شريف كانوا متجمعين ولسه بيفكروا ايه اللي حصلوا ووقتها مصطفى قال لهم ان شريف اكيد حصلوا حاجة ويمكن ده اللي خل فاطمة تقترح عليهم انها تفتح المندل وتحاول تعرف مكان اخوها عن طريق السحر والجن وساعتها يومنا كانت هتموت وتعرف هتشتغل ايه مع ياسر ويمكن علشان كده خبطت عليه في نص الليل علشان تسأله فرد عليها وقال اولا انت محتاجة تهدي وكمان محتاجة تغير ستايل لبسك لانه مش هينفع في شغلنا ويطارة عايزها تعمل ايه برضو لسه مش عارفين اليوم اللي وراه مصطفى راح بيت شريفي التاني وساعتها اكتشف مصيبة وهي ان اخوه كان متجوز واحدة تانية اسمها نبيلة ومخلف منها بنت فسألها عن شريف وقالت انها ما تعرفش حاجة عنه وكان واضح انها بتحب شريف جدا وقال انا عليه وعلى الناحية التانية ااسر كلم يومنا علشان يسلمها الشغل الجديد وطلب منها تمضي راجل غريب على تنازل عن اراضي لصالح راجل تاني اسمه مكرم الكلام ده معناه ان ااسر هيشغلها نصابة وادها كل المعلومات اللي هتحتاجها عن الراجل وكمان ادها مهلة يومين علشان تنفذ طيب لو ما نفذتش يا عم زيزو قالك انه هيسلم الفيديو للنيابة نكمل مع فاطمة اللي عملت تقصها وفتحت المندل ولما سألت الطفل عن مين اللي يعرف مكان شريف قالك يومنا وطبعا كلهم اتصدموا ومع ذلك مصطفى ما صدقش كلام الولد وقال ان ورد يكون سمع الاسم من حد منهم وفي الوقت ده نايرا ويومنا حطوا الخطة علشان ينفذوا اول مهمة وده بالتوازي مع مصطفى اللي كان بيكلم هند امراته اللي استنتجت ان نبيل امرات شريف الثانية ممكن يكون لها علاقة باختفاءه فراح السوبر ماركت اللي قدام بيتها علشان يشوف الكاميرات ويعرف هل شريف جالها يوم الحادثة ولا لا واكتشف ان شريف مرحلهاش يوم الحادثة وبعدين يومنا قفشت هند في النادي مع عز الدكتور بتاع ابنها والغريبة ان يومنا تعملت عادي وقالت لا حياتك تخصك واللي شفته مش هقوله لحد وبعدين هقولك يا ليه عملت كده المهم انها بدأت تقرب اكتر من هند علشان تعرف جوزها بيفكر في ايه ومن زاوية تانية بطلتنا تشيكت وراحت تنفذ الخطة وقربت من الراجل وفضله ارغو مع بعض ويذكره سوا وهو يحكي لها عن حياته وهي تحكيله عن حياتها وبالتوازي مراوان كان بيرسم رسمة اليد مليانة دم وافتكر منظر عامه وهو سايح في دمه ونرجع تاني عند يومنا اللي بدأت تحس ان الراجل طيب وما يستهلش اللي هتعمله فيه ومع ذلك خلته اسكرتينة وبعدها مضيته على التنازل ونفذت اول مهم بنجاح تاني يوم فاطمة كانت حسن يومنا وراها حاجة وعلشان كده قالت لاخوها يرجع كاميرات المرابع لقدام بيت شريف ويعرف اذا كان نزل فعلا ولا لا وفي الوقت ده يومنا خدت هند وراحت الجامعية وتعرفت على نيرها بوم وعرفت منها اللي مصطفى ناوي يعمله والكلام ده ملوش غير معنى واحد انه لو شافها فعلا هيكتشف ان شريف دخل بيته ومخرجش وبالتالي هيعرف انها قتلت جوزها ينهر ازرق فقامت بسرعة ورجبة العربية وسائت زي المجنونة علشان توصل قبل مصطفى وكالعادة نيرها ساعدتها وعرفت تضحك عالصيدالي ودخلت واقنعته انها بتدور عالكلبة بتاعتها اللي تاهت وعايزت شوف الكاميرات وبالطريقة دي عرفت تدخل وتمسح تسجيلات الكاميرات كلها ولما مصطفى وصل اكتشف اللي حصل وبدأ يشك في يومنا اللي وقتها كانت قاعدة مع ياسر وسلمته التنازل وهو ادها فلوس ثمن العملية فرفضت تاخد الفلوس وقالت له هو انت بتفرح انك بتهدد الناس وبتستغل غلطاتهم وكان ردوا بانها مغلطتش لما قتلت جوزها لكن غلطت لما سمحت له وصورها وكان شايف انها لازم تاخد الفلوس علشان تتعود ان كل حاجة لها مقابل واتفقوا انها مقابل كل مهمة هتعملها هتسألوا سؤالين وهيرد عليها بصراحة وبالنسبة لالا وفاطمة فرحوا عند دجالة وهنا الست عملت تقصها وديتهم سلسلة وقالت للالا هتروحي بيت مراته اللي امتشك فيها وهتستحمي عندها ولو هي اللي عملتها هيبان اما مصطفى فرجع تاني عالصيدلية علشان يصور الست اللي مسحت التسجيلات وللأسف وشها ما كانش يباين وعلى الجانب التاني بنشوف آسر وهو رايح عند واحد اسمه مكرم واداله التنازل وواضح كده ان آسر بيشتغل لحسابه وبينفز له كل الشغل الشمال بتاعه وبعدها قابل يومنا وقال لها على المهمة الجديدة اللي هي انها تمنع رجل اعمال اسم مجاد من انه يروح ويلعب بكر في مكان اسمه ظروف واخد بالك ده نفس الطلب اللي مكرم طلبه من آسر الكلام ده معناه ان آسر بيبتز الستات علشان ينفزوا مكانه الشغل الشمال اللي مكرم بيطلبه وكالعادة قال لها لو المهمة فشلت هتتسجني وعلى الجانب الثاني مصطفى جاب نبيله وعرف العيلة انها تبقى امراض شريف الثانية وبالنسبة اليومنا فراحت لنييرة علشان يفكروا ويخططوا ازاي هينفزوا المهمة الثانية شوية واتفاجئوا بالمرحوم جوز نييرة داخل عليهم واتضح انها ما قتلتوش ولا حاجة وطلعت كل ده بتضحك على يومنا ومع ذلك بطلتنا وقفت مع نييرة ودفعت عنها لما جوزها حاول يضربها وبعدين نييرة بررت ليومنا وقالت لها انها فعلا كان نفسها تقتله بس خافت منه علشانه كان بيدربها يعني من الاخر نييرة شبح قدام الناس بس في الحقيقة جابنا وجوزها بيصبحها بعلقة وبيمسيها بعلقة لحد ما ظهرت يومنا في حياتها ومن وقتها نييرة بقت اقوى والغريبة بقى ان بطلتنا كانت زعلانة لان صاحبتها ما قتلتش جوزها وقالت لها انا كنت فاكرة اني مش لوحدي وفي النهاية تصلحوا على الناحية التانية لالا وفاطمة راحوا البيت يومنا علشان ينفزوا الخطة ولانهم جم من غير معد يومنا اداقت منهم والداقت اكتر لما لغت دلقت الشاي على نفسها وطلبت انها تستحمى ساعتها يومنا جابت اخرها وطردتهم بالزوء طب يلموا نفسهم ويمشوا لا ازايدوا القراروا انهم ينطوا من الشباك ودخلوا الشقة من غير ما تعرف وبسبب حظهم الهباب اسر شافهم وطلب لهم البوليس وطبعا يومنا جات وكان شكلهم عرة وفي الوقت ده هندي كانت مع عز اللي اعترف لها بحبه وقال لها انه مش قادر يعيش من غيرها شوية ونائرة راح تتعرف على جاد وعزمته يجي يلعب عندها بوكر بما انه يعني احسن واحد بيلعبها وبكده هتساعد يومنا تنفذ مهمتها وجاد مش هيروح يلعب في ظروف وتاني يوم يومنا اتفاجئت بمصطفى قدامها وبيقول لها متشايكة كده ورايحة فين فقلبت علي الترابيزة وقالت له هو انا المفروض افضل محبوسة لحد موجوز يظهر وراحت ايلاله انه اخته وخالته حاولوا يدخلوا بيتها وهي مش موجودة ولما سألها عن شريف اتماسكنت وقالت انا نفسي شريفي يظهر والخزو بقى ان جاد قرر ميروحش حفلة نايرة وهيطلع على ظروف والكلام ده معناه ان يومنا هتروح في دهية وان اسر هيبلغ البوليس بس يومنا ما استسلمتش وراحت ادت لجاد ورقة وما نعرفش فيها ايه ومع ذلك جاد راح المكان واول ما مكرم شاهده الداي وبناء عليه فاسر كلم البوليس وبلغهم انه شاهد جارته وهي بتقتل وساعتها نايرة حاولت تطمنها وقالت لها اسر مستحيل يبلغ عنك وده لانه ببساطة بيستغلك مهو مش كل يوم هيعرف يبتز واحدة في فيديو وهي بتقتل جزهة اللي حصل بعد كده ان جاد فجأة قام وسبت ربيست البوكر وده خل مكرم يتبسط من اسر جدا وبناء عليه فاسر قال للظابط ان جارته دي قتلت قطط وبنعرف ان يومنا اديت ورق الجاد وقالت له ان امراته بتخونه وهو ده اللي خليه يقوم بسرعة ويرجع على البيت ومن حسن حظها نجيت منها المرة دي ومش هيتقبض عليها ومن زاوية تانية مصطفى كان مع عائلته وقال لهم انه هو كمان بقى شاكك في يومنا يومنا اللي وقتها كانت مع اسر وسألته هو فعلا انت كنت هتبلغ عني؟ قال لها ايوة وبعدين سألته اشمعنا انا اللي اخترت تعمل معايا كده؟ قال لها صدفة طيب وليه بتعمل الشغل ده؟ قال لك بسد الدين وبدأوا يقربوا من بعض وبقت هي تسأل وهو يجاوب الغريب هنا ان يومنا بتنجذب للرجالة التوكسك يعني حبة شريفي اللي كان مسود عشتها ودلوقتي معجبة باسر اللي بيبتزها بم وتفاجئت بنبيلة وقفة مستنياها وزقتها ووقعت على الارض وكانتها تكمل عليها لولا ان ياسر ادخل وراح يتقال لها انا بأمراض شريفي التانية وأم بنته وهسود لك عشتك زي ما كنت منكد عليه وقتها بطلتنا تأكدت ان شريف كان يستهل الموت الف مرة وتاني يوم كلمت نايرة وقالت لها انه كان متجوز عليها وقررت انها مش هتهرب من حاجة تاني وعمرها ما تعمل حاجة تانية غصبة عنها وبناء عليه راحت جابت شاكوش وكسرت كلون شاقة آسر ومش كده وبس دي كسرت اللابتوب بتاعه وموبايله والكاميرا ولفت نظرها صورة لآسر مع واحدة ولو بصينا على هند هنلايا راحت لنايرة وحكيت لها انها بتخون جزها مع دكتور عز وانها عايزة تطلق من مصطفى وتتجوزه والخزوق ان نايرة وقعت بلسانها وقالت لها ان يومنا بقت قرملة بس رجعت صححة كلامها وقالت ان شريف بقاله فترة مختفي ووارد انه يكون مات لكن هند بقى شغلت دماغها وربطت الاحداث ببعض وعرفت ان يومنا قتلت شريف وفي نفس الوقت ده يومنا بقت واحدة تانية خالص وحرفيا اللي بيجي على سكتها بتزعله ويمكن ده هو اللي خلها ما تبقاش خايفة من هند لانها عارفة هي بالضبط هتعمل معها ايه وتخيل انها قالت لها انا قتلت شريف وكمان هددتها انها لو جابت سيرة لحد عن الموضوع ده هتفضحها وتقول لجوزها عن كل علاقاتها وعن كل الرجال اللي خانت مصطفى معاهم فطبعا التانية اضطرت انها تسكت وبعدها رحت حكت لنييرة اللي كانت حرفيا هتتجنن وفجأة مصطفى جالهم وكالعادة سألها شريف فين فردت بانها اكتر واحدة في الدنيا نفسها شريفي اظهر وده علشان يطلقها ونصحته يركز مع امراضه والمفاجأة انه عرف ان نييرة هي اللي ضربته على دماغه وده لما لقاه لابسة نفس نوع الكوتش اللي شافه ورسميا بقى متأكد ان يومنا عملت حاجة لشريف وفي الوقت ده مروان رجع يتكلم وصرق باسم شريف وبعد كده رحت قابلت قاسر وقالت له انها مش هتشتغل معا تاني ولو عايز يبلغ عنها يبلغ مش فرقه وعلى الجانب التاني نبيلة رحت لدجال واتفقت معانا هتجيب له حاجة من قطر يومنا وده علشان يعرف شريف ايه اللي حصل له بالزبط اما بقى مصطفى وهند فكانوا طائرين من الفرحة لما ابنهم رجع يتكلم ويطرق الوضع هيقول عن اللي شافه الله اعلم ونرجع تاني عند آسر اللي قال لها انهم وافق انها تسيب الشغل وده لانها صعبان عليه ومش لانها قصرت شقته ووضح كده انه اعجب بيها وعنده مشاعر ناحيتها وقال لها انت بيتفكريني بحد بحبه ونصحها انها تهرب لانها لو قاعدت اكتر من كده هتتمسك في اليوم اللي بعده فاطمة قررت تنهي علاقتها بأسامة وبعدين خدت خالتها وراحوا لدجالة جديدة والمرة ديتهم ازازت مياه وقالت لهم يحطوا المياه دي على المياه اللي هتشربها وهي هتعترف بكل حاجة وبالنسبة الهند فاعز رجع يضغط عليها من تاني علشان تطلق من مصطفى ويتجوزه ونرجع تاني عند بطالتنا اللي قررت تسافر ومع ذلك قاسر صعب عليها وواضح كده انها بقيت بتحبه شوية ومصطفى طب عليهم وقال لها انت ايدي اكتئلة قوي فسكتت وعملت عبيضة وللمرة المليون مصطفى سألها فين شريف فردت بمعرفش وما بقاش فارق معايا ووقتها تعصب عليها وكان هيدرابها بس هي دفعت عن نفسها وقالت له روح شوف اللي بتعمله وبعد كده رجعت البيت واتفاجأت بان في رجالها جمع عليها وكانوا عايزين حتة من هدومها لكن قاسرت دخل وانقظها وهنا يومنا علجت جرحه وكانت فرحانة جدا انه خاف عليها وسألته عن البنت اللي معاه في الصور والغريبة انه تعصب عليها وطردها وعلى الجانب التاني مصطفى قبل سامح وطلب منه يجيب له سجل المكالمات بتاع هند وهنا اكتشف انها بيدخونه مع عز الدكتور بتاع ابنهم بس يا ترى هيروح ويواجهها هقولك لا ده فضل ساكت وبصص لها وما نطقش بحرف وبعد كده راح قعد مع مروان ووقتها الولد حكاله اللي شافه يوم العيد ميلاد وفي الوقت ده نبيلة عرفت من الدجال ان شريف مات وان يومنا هي السبب ولو بصينا علي يومنا هنلاقيها مع اسر والاول مرة قرر يفتح قلبه وحكالها ازاي تورت مع مكرم وبنعرف ان اللي في الصورة اللي معادي تبقى اخته وان فيه واحد داحك عليها ووعدها بالجواز وبعد عملته هرب منها وده اللي خليها تنتحر وساعتها اسر اتعرف على مكرم اللي بعلاقاته وعرف يوصل للوادي اللي دحك على اخته وقتله ومن يومها واسر بيشتغل لصالح مكرم علشان يردله الدين الكلام ده خليه يصعب عليها وتعطفت معاه وطلبت منه يهربوا مع بعض سواه وبالنسبة لمصطفى فكان بيعايته هو بيفتكر كل ذكرياته مع اخوه بعد ما تأكد انه تقتل وفي نفس التوقيت بيظهر ان في مجموعة من الصيادين لقوا جثة شريف وطبعا بلغوا البوليس وساعتها مصطفى راح يبلغ عن يومنا وقال للظابط ان مروان ابنه شاف كل حاجة لكن الظابط قال ان شهادة الطفل مش هتتقابل علشان هو لسه صغير شوية والظابط عارف انهم لقوا جثة مرمية في النيل وبالتالي اخدوا مصطفى علشان يتعرف عليها واتضح انه فعلا شريف وساعتها مصطفى نهار لكن تقدر تقول انه ارتاح لما اخينا لقى اخوه وبعدين اتحقق معاهم وكلهم اتهموا يومنا بقتله لانها كانت متوترة جدا يوم العيد ميلاد فكان ردها انه طبيعي اكون متوترة لما جوز يسيبني يوم عيد ميلادي ولما تسألت عن اللي قاله مروان وانه شاف جثة عمه قالت انه طفل صغير وكان بيتعالج نفسيا عند دكتور ولان مفيش ولا دليل ضدها فخرجت خد المفاجأة دي تقرير الطب الشرعي اثبت ان سبب وفاة شريف هو غايبوبة سكر وان الاصابة اللي فرصه مش هي اللي موتته وبكده يومنا قدام القانون بريئة والتهمة الوحيدة اللي ممكن تتحبس بسببها هي انها اخفت جثته ووقت الدفنة كلهم كانوا منهرين ما عادة يومنا اللي ما كانتش متأثرة باي حاجة لا دي كمان قررت تسافر مع اسر قبل ما تاخد عزة جوزها لكن مصطفى كلمها وقال ان العزة هيتعامل في بيت شريف ومش لوحده للا وفاطمة هم كمان بيخططوا الحاجة اما بقى نبيلة فنوية تقتلها زي ما عملت في شريف وتاني يوم بطلتنا جاهزت شنطتها وبالنسبة لمصطفى فطلع مسدسه كان نوية يقتلها ومش لوحدها دواجه هند بخيانتها وقال لها اخويا اتجوز واحدة قتلته وانا اتجوزت واحدة وخانتني وقال انه هيحسبها هي كمان بس بعد ما يجيب حق اخوه واتجمعه في العزة ووقتها مصطفى قال لهم ان هند خينا شوية ونبيلة تخنقت مع يومنا وبعدها فاطمة حطت الميا اللي جابوها من عند الدجالة والخزوق اني نبيلة هي اللي شربتها وبعد كده رح يتمطلع سكينة وحاول التأتي اليومنا وفجأة بطنها وجعتها وهنا يومنا فهمت هم كانوا بيدبروا لايه وعرفت انهم كانوا نويين يقتلوها كل واحد بطريقة مختلفة ولو عايز الاغرب مصطفى طلب من نييرة انها توصله للبيت لانه ما جاش بعربيته وعد وقت طويل ونييرة ولا حس ولا خبر وكمان تليفونها تقفل وساعتها يومنا شكت انه ممكن يكون حصل لها حاجة اما آسر فكان في المطار مستني يومنا اللي اتفاجأت بمصطفى عندها في البيت وسألته نييرة فين فرد عليها وقال لها ليه عملت كده فخويا وتخيل انها قالت له ان كان عندها مليون سبب علشان تقتله وفي اللحظة دي مصطفى طلع مسدس وقبل ما يقرب لها ضربته بيننا الشابة زي ما عملت فخو وقتلته هو كمان وبالنسبة الهند فعرفت تهرب من البيت ورح تلعز بم وتفاجأت انه متجوز وبيضحك عليها ولبست الخزوق المتين وخسرت جوزها اللي كان بيحبها وكمان ابنها نرجع تاني عندي يومنا اللي غطت جوزة مصطفى وفاجأة جرس رن وطلع انه آسر جاء علشان قلق عليها وتفاجئ لما عرف انها قتلت مصطفى بس هي قالت انه كان هيقتلها ولما فتحت عربية مصطفى لقيته كان رابط نايرة وحرفيا كانت مرعوبة آسر بقى من وجهة نظره انهم لازم يسافروا حالا اما نايرة فكانت شايفة انه مفيش سبب يخلهم يهربوا يعني شريف مات بغيبوبة سكر ورح في دهية اما جوزها في خلعته وغاره وكمان وبالنسبة المصطفى فده حيوان وانت قتلت ادفاعا عن النفس ومش هتتحبس يوم فاقتنعت بكلام صاحبتها وطلبت من آسر انه يسافر وهي هتبقى تحصله الكلام ده بيحصل بالتوازي مع البوليس اللي قدر يجيب تسجيل كاميرا تكوشك قريب من المكان اللي ترميت فيه جوزة شريف وبالتالي بقى عندهم دليل ضد يومنا انها اخفت الجوزة طيب نكمل مع يومنا اللي كلمت البوليس وقالت لهم انا قتلت خجوزي واتقبض عليها وكانت فاكرة ان خطتها ماشية زي الفل بس الخزو بقى انها اتفاجئت بموضوع الفيديو وكمان اتفاجئت ان مصطفى ما ماتش وبعد مرور شهرين يومنا اتحكم عليها بتلات سنين وفي المشهد الاخير بنشوف ان عيلة مصطفى عايشين في سعادة مع بعض اما نيرا فكانت مكملة في جمعيتها وبالنسبة اليومنا فبقت بطلة في عيون الستات وبقوا يجوزروها وتخيل السبب علشان عايزين يعرفوا ازاي يقتلوا جوازاتهم من غير ما يتحبسوا ومن هنا يخلص المسلسل وكده يبقى انا هنا وانتهينا اوعى تنسى اللايك والشير والسبسكرايب كل وسائلنا على السوشال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو عايش جمهور الملخصات اشتركوا في القناة